السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتحضير القطر أو الشيرة نحتاج إلى ثلاث أكواب من السكر واثنين كوب من الماء ونضيف شريحة من الليمون وملأقة صغيرة من ملح الليمون أو أصير الليمون حتى لا يتسكر عندنا القطر نحركه قليلاً بهذا الشكل ونضعه على نار متوسط ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق ومن ثم نزيل شريحة الليمون ونتركه حتى يبرد ونضعه في ألبة زجاجية في البرات يبقى معنا تقريباً أسبوعين ما بيصير على الشيء أبداً وهذا الغوام اللي بدنا إياه وهذا القطر صالح لكافة أنواع الحلويات تحياتي لكم سفرة آية تحياتي لكم سفرة آية تحياتي لكم سفرة آية